قتل 17 شخصا على الأقل جراء انحراف غطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران خلال رحلة بين مدينتي مشهد ويزد وقال المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مشتبى خالدي قتل 17 شخصا وتم نقل 37 جريحا إلى المستشفى جراء الحادث مشيرا إلى احتمال ارتفاع حصيلة القتلى لوجود حالة حرجة بين الجرحة وقال نائب رئيس شركة سكك الحديد الإيرانية أن القطار الذي كان على متنه 348 راكبا انحرف بعد احتكاك مع ألة حفر كانت موجودة على مقربة من سكته وأكد مسؤولون في مجال الإنقاذ خمسة من العربات الأحد عشر التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث ترجمة نانسي قنقر